ده اللي دخله بالجنيه المصري ومعه فلوس كتير لكن اللي معه فلوس ساعات كده بيكون في مبلغ ما تقدرش تعمل فيه حاجة يعني لا تقدر تستثمر عقارات ولا تقدر تجيب دهب بس هو مبلغ مش بطال الأفضل إن أنا أستثمره في شهادات استثمار ولا وديعة لو مش هحتاجه أستثمره في شهادات استثمار طبعا البنك دلوقتي عامل ودايع كويسة جدا ويقال طبعا يعني اللي حضرتك بتقول ودايع ولا شهادات شهادات استثمار ودايع اللي اتنين وجهان لعملة واحدة الفكرة إن انت النهاردة بتتدخر فلوسك في صورة بنكية أو شيء من هزل قبيل الفكرة النهاردة هتفكها بعد قد إيه بعد سنة بعد اتنين لا لو أنا حقدر أسيبها ثلاث سنين أو خمس سنين لو أقدر أسيبها ثلاث سنين وخمس سنين لا طبعا يعني كويس الشهادات أسلم حاجة وروح أشوف أعلى كمقوية يعني نسبة مقوية نسبة مقوية وده طبعا قولوا حاجة بس نحن نسميه الاستثمار الضعيف برضو أنا النهاردة مش عامل لأي مجهود وجالي فلوس 16% في السنة يعني 50% بعد ثلاث سنين جدل يعني لكن أنا لو اشتريت عقارة النهاردة في أول 20-22 قبل الحرب الأوكرانية الروسية لأصلت على العالم كله أحدثت حالها من التدخم في العالم العقارات زادت في السنة دي من 30% ل40% على كل منتج ده غزبا عن الناس المطورين فأنت النهاردة الحاجة اللي كنت رابط سعرها ومشتريها النهاردة مليون جنيه بقى سعرها لا إراديا مليون وربعمية يعني لو عايز أعمل استثمار على اللونج تيرم أو المدى البعيد عقارات لو أنا عايز أدخل يبقى دهب زي ما احنا ودي فطنة المصريين من زمان الثقافة اللي موجودة عندنا إحامة ربينا عليها وأماتنا ربون عليها فكرة أنها دائما بتحتفظ بالدهب للبنات شايفة أن هو شيك زي ما بقول لحاليك مقابول الدفع أقدر بيها في أي وقت طيب الناس اللي طبيعة شغلها بتقبط بالدولار والدولار دلوقتي طبعا سعره عالي جدا المفروض بقى يعني الأحسن لهم يستثمروا في البنوك يعني باستثمر دولاري عادي وشهدات دولارية ولا يعني أقسم الفلوس مثلا أحولها مصري ونص تنسيبه دولارات يعني إيه الأمثل عشان أستفيد الفائدة القصوية لا دون مش محتاجين حاجة ما شاء الله الدولار لوحده عالي آه يعني ده مش محتاجين هو يحوله مصري أنا شايف أن ده بالنسباله النهاردة الفائدة اللي حصلت على الدولار والقيمة المضافة اللي حصلت لو هو النهاردة عنده فائد أفضل حاجة ممكن يعملها لأنه كده كده كسب العقار طبعا العقار قولا واحدا يعني آه يعني أنت رأيي حضرتك كده كده مدام الدولار عالي أحوله مصري واشتري عقار وعقارات لأن العقارات هتوازي زيادة الدولار الدولار السنان دي زيادت حوالي 25 أو 27 في المية العقارات برضو زي ما قلت حراك زادت من 30 إلى 40 في المية بس مرتبطة دائما بصمعة المطور اللي بتشتري منه طيب